بشكل كبير جدا في احداث نقلة نوعية او طفرة على مستوى الكرة البرتغالية اختم معاكم رغم انهم اعتقد مش هقول بعيد عن الاضواء لكن مش زي زمان خلينا نقول انه الجيل اللي عاش مرحلة ميسي ورونالدو عاش فترة طويلة جدا بالمناسبة يمكن تكون الاطول في التاريخ يعني دايما كانت المقارنات بتبقى موجودة في كرة القدم لكن بين اجيال مختلفة بلاي ملعبش مع مارادونا او مارادونا ملعبش في الوقت اللي كان بيلعب فيه بلاي لكن دايما كنت تلاقي المقارنات موجودة بين بلاي وبين مارادونا ييجي بعدهم ممكن بعد شوية زين الدين زيدان ييجي بعدهم رونالدو نازاريو ييجي بعدهم رونالدينيو لكن فكرة الديوال دي فكرة انه يبقى فيه نجمين في نفس العصر بينهم المنافسة القوية دي حتى لو كانت حصلت وانا ما افتكرش يعني حتى لو كانت حصلت ما حصلتش للفترة الطويلة الممتدة دي ما حصلش انقسام بين جماهير كرة في العالم بين نجمين زي ما كان بيحصل بين فريقين يعني يحصل بين عشاء الاهلي والزمالك يحصل بين عشاء او مشجعي باشرنا وريال يحصل بين افرتن وليفر بول سيتي ويونيتد يحصل بين وبين كتير قوي لكن بين اتنين لعيبة لا اللي بيحب رونالدو ما بيحبش ميسي ومش مقتنع بميسي واللي بيحب ميسي بالزبط نفس الحكاية اللي هو شايف رونالدو ولا مقتنع اساسا ان رونالدو لعب كرة ورغم ان هما ابتعدوا عن الاضواء سواء رونالدو في النصر او ميسي في انتر مايامي في امريكا الا انه مازال فيه يعني جزء كبير جدا من العالم مهتم بمتابعته اللي هنشوفوا مع حضراتكم ده يمكن احصائية كده او تحليل بالارقام لمنصة ابت عملت مقارنة بين الاثنين الاساطير هم الاثنين اساطير يبقوا اساطير بارقامهم بانجازاتهم ببطولاتهم بمشوارهم اتنين من اساطير الكرة يعني اللي مش هنقدر ننساهم لايو ميسي في مواجهة كريستيانو رونالدو من ناحية تنفيذ الركلات الحرة في المونديال كاس العالم وفي البطولات القرية سواء ميسي طبعا في كوبا امريكا او كريستيانو رونالدو في بطولة اليورو الاحصائية ده اظهرت تفوق ميسي بشكل كبير جدا على كريستيانو رونالدو زي ما حضرتكم شايفين دي اماكن الركلات الحرة اللي نفذها الاثنين كريستيانو رونالدو لم ينجح اللي احنا شايفينه ده طبعا لايو ميسي مع منتخب الارجنتين سواء في منتخب ارجنتين في كاس العالم مشاركته في كاس العالم او مشاركته في الكوبا امريكا لعب تلاتة وخمسين ضربة حرة نجح في تسجيل خمس ركلات حرة منهم بشكل مباشر دي الاماكن اللي تلعبت منها طبعا مش كلهم بيتسددوا على المرمى في اوقات كتير جدا بتلعب كرات عرضية او كرات يعني جمل متفق عليها وفيه كرات بيتم تسجيلها بشكل مباشر نجح ميسي في تسجيل خمسة من الركلات الحرة اما كريستيانو رونالدو فبنستيد ركلة حرة زي ما حضراتكم شايفينهم كده في اماكن مختلفة من الملعب نجح في تسجيل واحدة فقط لغير مع منتخب البرتغال طيب دي كانت اخبارنا النهاردة ولسه زي ما قلتلكم هنروح ان شاء الله يعني مع حضراتكم ناخدكم للقاطات كده من تمرينة النادي الاهلي النهاردة ونتعرف على تحضيرات مارس الكولر والجهاز الفني لمباراة الداخلية هتتلعب يوم الخميس حلقتنا متواصلة مع حضراتكم السادسة بعد الفاصل